اهلا بكم من جديد بسبب مباراتي الهلال والتعاون ثم ايضا مباراتي النصر والفتح والنصر طبعا صار عندنا نصف جولة جديد طبعا تقدمت هذه الجولة بسبب نهاية كاسولي العهد لكن لدينا قائمة المثالية لأسبوع التاسع عشر اللي هو الجولة الماضية التي ستستكمل مباريات الجولة العشرين في الخميس المقبل قائمة الأسبوع التاسع عشر المثالية مع الزميلة ديمة السايح كالعادة نذهب إلى ديمة اهلا بكم مشاهدين قائمة الأسبوع التاسع عشر توزعت لأول مرة بين سبعة اندية الأهلي كان فيها متصدرا بعد انتزاعه لأربعة مقعد حارس عارين الأهلي عبدالله المعيوف حافظ وبجدارة على مقعده لهذا الأسبوع بعد أن نال علامة محللين الكاملة حمل معيوف عرينه من هجمات الاتحاد إجمال صد المعيوف للكرة بلغ 38 في المئة في الظهير الأيسر يعود من جديد إحسين عبدالغني لاعب النصر بعد غياب امتدى لتسعة أسابيع ظهوره في التشكيلة هو الثالث إثر فوزه بثلاثة أصوات تواجد بفعالية ليوقف هجمات لاعب العروبة نسب نجاحه في الالتحامات مع منافسيه بلغ 83% أما عن دقة التمرير لديه فوصلت إلى 81% في قلب الدفاع أجمع محللون على اللاعبين سلطان الدعيع من الهلال وإسماعيل داو من الرائد ابن الواحد والعشرين عاما حضر من جديد في الخانة بعد أن نال أصوات محللين الخمسة لعب الدعيع 810 دقائق من 9 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا ونال بطاقة صفرة أما عن الفرنسي إسماعيل داو فإجمالي تمريراته بلغ أربعمائة وخمس وتسعين أما عن دقتها فوصلت إلى تسعة وسبعين في المئة في خانة الظهير الأيمن وللمرة الأولى يطل علينا على الزبيدي لاعب الأهلي ابن الواحد والعشرين عاما تمكن من صناعة هدف فريقه الأول أمام الاتحاد دقة التمرير لدى الزبيدي بلغت 81% في رصيده هذا الموسم بطاقة حمراء واحدة ننتقل الآن إلى خط الوسط وعلى الجانب الأيسر يظهر معناء الأردني عبدالله ذيب لاعب العروبة فاز بالمقعد بعد أن أقنع ثلاثة من محللين إحصائياته تظهر لعبه 1444 دقيقة لعب في رصيده ثلاثة أهداف وبطاقتين صفراوان إلى محور الارتكاز حيث نال مقعدهما وليد بخشوين من الأهلي وجمال باجندوح من اتحاد جدة الأول يعود من جديد إلى القائمة وللمرة الثانية هذا الموسم إحصائيات بخشوين تظهر صناعته لهدف ونيله لست بطاقات صفراء آخرها كان في مباراة فريقه أمام الاتحاد إلى جواره يظهر اللاعب باجندوح في التشكيلة للمرة الأولى إجمال تمريراته وصل إلى 204 تمريرات أما عن دقتها فبلغت 88 في المئة البرازيلي موسورو لاعب الأهلي عاد ليكمل رباع الوسط هدفه الأخير في شباك الاتحاد ساهم في نيله ثلاثة أصوات في رصيده خمسة أهداف وصناعة ثلاثة وأربع بطاقات صفراء في الهجوم نال المقعد الأول جاتسون سانتوس لاعب نجران أما عن الثاني فاحتله ألتون رودريغز من النصر ابن الثامنة والعشرين عاما فاز بالخانة بعد أن صعد إلى وصافة ترتيب هدف البطولة إثر تسجيله هاتريك في مرمى النهضة في رصيد جاتسون 13 هدفا وبفارق هدف واحد عن الشمراني المتصدر المهاجم الثاني ألتون نال المقعد بحصده صوتين هو من قاد فريقه للفوز على العروبة بتسجيله هدفين في رصيده ثمانية أهداف احتل بها المركز السابع في ترتيب الهدفين ألتون يسجل هدفا كل 111 دقيقة تقريبا مقعد مدرب الجولة عاد إليه الإسباني إخوان مكيدا مدرب الشعلة بعد غياب امتد لأسبوع الظهور هو الخامس له في التشكيلة تمكن مكيدا من أن يرفع نسبة الفوز لدى فريقه إلى 46% احتل بها الشعلة المركز السابع في الترتيب العام أما عن الخسارة فتقلصت إلى 23% فيما وصلت نسبة التعادل لـ 30% تقريبا مقعد أفضل حكم لهذا الأسبوع سيبقى شاغرا محللون الخمسة أجمعوا على ضعف المستوى التحكيمي من وجهة نظرهم لم تبرز أي صافرة واتفقوا للمرة الثالثة هذا المنسم على بقائه خاليا هنا نختم ونعود إلى بطال في الاستوديو من ديمة إلى كابتن في صلبه اثنين من الرياضة التحقيق وبينها كابتن أهلا بك معنا كابتن سوالي الأول في القائمة المتصدر النصر منه عنده مقعدين والثاني الهلال عنده مقعد البقية توزعت بين الاتحاد والأهل ونجران كابتن هل معنى ذلك أنه الهلال والنصر لم يكن جيدين في الأسبوع 19 أو أنه كانت هناك مباريات أفضل أخرجت لعبين أفضل بسرخير بطال عليك ومشاهد العربية بطال بلا شك أن مباراة الكأس القادمة أصبحت الشغل الشاغل للهلال والنصر حتى لو تلاحظ مبارتيهم الأخيرة يعني حتى المدربان لم يكنوا تركيزهم داخل الملعب بقدر تركيزهم على المباراة النهائية نعم وقال باللاعبين اللي انعكس على أدام حتى في المباريات وأصبح تركيزهم على مباراة السبت حتى في أدام مباراتين اليوم الهلال والنصر لم يكن الفريقين اللي نعرفهم في الجولات السابقة ولذلك من الطبيعي أن يكون اللاعبين خارج القائمة طبعا نحن نتكلم على النصر مع العروبة في المواجهة الماضية أيضا الهلال كان في مواجهة الرائد يعني ما نتكلم عن الجولة الحالية طيب كابتن في القائمة لفت انتباهي وجود حسين عبد الغني صاحب 37 عاما ما يعني لك؟ حقيقة بالتالي حسين عبد الغني يعني أنا أعتقد من الحالات المفترضة أن يتوقف عندك كثيرا حسين عبد الغني رغم تقدمه في السن لأنه يقدم مستويات ثابتة مشاركته مع زملاءه ما زالت مستمرة حسين تغير كثيرا حقيقة أنها داخل الملعب وأصبح لاعب إيجابي لزملائه ويدعم فريقه وأصبح فعلا قائد حقيقي وهذا اللي نتوقعه من كابتن حسين عبد الغني رغم مناوشات اللي نشوفها بين الحين والآخر ولكن كمستوى فني داخل الملعب حتى خبرة حسين وظفها الفريق لو تلاحظ فاولات حسين خطرة جدا عرضيات حسين خطرة جدا تحركاته داخل الملعب بخبرة وحنكة كبيرة بحيث أنه لا يجهد نفسا لأنه لديه الطاقة ليهاجم ويدافع دائما وهذا حقيقة دليل عن أن حسين استخدم خبرة طويلة في هذا المركز ويفعلها بشكل جدا ممتاز جميل أسألك عن مكانك المفضل المحور كابتن بجندوح ووليد بخشوين هم في المقعد شرائك حقيقة اختيار موفق للهولة الثنائي بالذات وليد بخشوين وليد بخشوين أعتقد أن اللاعب يمتلك إمكانية لاعب المحور القادر على أن يظهر أيضا بمظهر آخر وليد يمتلك كل الإمكانات في مشاركته في انتباهها قربة من المدافعين التزام التام بمركزه مساعدة زملاء مساندتهم للأمام بمساعدة زملاء على الأطراف كل هذه الأمور تتوافر في وليد بخشوين إلا أنه أحيانا يميل إلى الخشونة الزائدة عن الحد وهذا أحد العيوب اللي ممكن أن يتخلص منها مستقبلا بجندوح حقيقة أحد المواهب الشاب اللي شاهدتها في استلام الكرة وتسليم وتحركاته داخل الملعب تنمع لأن هناك لاعب قادم في محور سيقوده وسيقدم للاتحاد وللكرة السعودية الكثير نعم كابتن وجود المهاجمين أجنبيين لا يوجد مهاجم محلي هذا الأسبوع جادسون والتون والتون النصر يعني وهم والتون الفاتح شيء طبيعي صحيح شيء طبيعي بالتال أنا أعتقد أن مدر اللاعب نجران جابسون قدم أداة طيبة أمام فريق المعنة الفريق النهضة يعتبر فريق هابط ولكن الفريق نجران عاد بصورة قرم غايرة وسجل ثلاثة أهداف فيستحق أن يكون أحد العضال الأساسيين في نجوم الجولة أحد اللاعبين حقيقة المفيدين للفريق النصراوي لاعب خطر يسجل ويساند زملاء ويتحرك بإيجابية داخل الملعب وهذا شيء طبيعي كما ذكرت لك غياب المهاجمين السعوديين حقيقة علامة استفهام كبيرة رغم ناصر الشمراني وياسر وسهلاوي ولكن كما ذكرنا المباراة الكأس حقيقة غيبت الكثير من اللاعبين اللي بالذات في الإلال والنصر أنهم يكونون من نجوم الجولة ولكن هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يكونون في مقدمة جميل ماكيدا الأسباني مازال مستمر في القائمة ينافس سامي الجابر وكارينيو اللي يختيروا أفضل مدربين في الدورة حتى الآن مع الجولة التاسعة عشرة حقيقة فريق الشعلة بتال مع بداية الدور الثاني ومن استلام ماكيدا أصبح فريق مغاير تمام يقدم كرة جميلة وكرة راقية وحقيقة فريق ممتع داخل أرضية الملعب ويستطيع أن يتعامل مع المباراة بكل أوقاتها ودقائقها مدرب يستحق جميل كل هذه النجومية التي حدثت الفترة الماضية شكرا جزيلا فيصل البثنين كان معنا من الرياض الليلة ظنه سقط فنهض وضرب وأوجع لقطة الختام إلى مسات عبد الرحمن العروان وأنا ألقاكم ترجمة نانسي قنقر وبه ساحة عجاب كل النحطة وين نعرف مقام ولا أنت عالي لو رمى رمشك السهاب يرمي ولكن صعب يبلغ مرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر